اشتركوا في القناة احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ان السيدة الرئيسة قدمت تهنئة لرئيس اتحاد الصحفيين العرب واعضاء الامانة العامة لفوزهم في انتخابات الاتحاد التي اجريت مؤخرا مؤكدا دعم مصر الكامل لاعمالهم والدور المهم الذي يقوم به اتحاد الصحفيين العرب في دعم الصحافة والقارئ العربي من جانبهم اعرب السادة الحضور عن تشرفهم باستقبال السيد الرئيس لهم بالتشكيل الجديد للامانة العامة للاتحاد منوهين الى تقديرهم لما كانت مصر الرائدة في العالم العربي ودورها السياسي الرشيد والمسؤول على المستويات العربية والاقليمية والدولية ومؤكدين تثمينهم لما يشهدونه في مصر من تطورات تنموية ملموسة بخطة سريعة ذكر المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس بشأن سبل تعزيز الدور الحيوي للصحافة العربية حيث اشار السيد الرئيس ان الصحافة عموما والعربية على وجه الخصوص تواجه اوضاعا جديدة فردها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للغاية الامر الذي يستلزم موصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار والتوازن بين مقتضيات المنافسة من جانب والعمق والموضوعية في الطرح الذين يميزان العمل الصحفي على الجانب الآخر وعلى نحو الذي يسهم في بلورة رؤى جادة وفعالة للتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية على رأسها تحقيق السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مؤكدا ان الكلمة مسئولية وامانة كبيرة لتأثيرها في تشكيل الوعي العام والعقل الجمعي للشعوب تناول اللقاء أيضا تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية حيث أكد السيد الرئيس أهمية العمل العربي الجمعي في التعامل مع الأزمات القائمة ودفع جهود تسوية السلمية لها بما يحقق المصالح العليا للشعوب العربية ويحفظ على مقدراتها لسيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به النظام الدولي كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد نيكولاي تشويكا رئيس وزراء جمهورية رومانيا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد سامح شكري وزير الخارجية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وكذلك السيد فرورين سباترو وزير الاقتصاد الروماني والسفير ميهاي ستوبر السفير الروماني بالقاهرة وقد رحب السيد الرئيس بزيارة رئيس الوزراء الروماني إلى مصر طالبا نقل التحيات والتقدير إلى الرئيس كلاوس يوهانس ومشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي مر على تتشينها مائة وسبعة عشر عاما كما آرب السيد الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في ضوء الخطوات الإيجابية البناء بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة التي عبر عنها تبادل الزيارات رفيعة المستوى وعلى رأسها زيارة السيد الرئيس إلى بوخارست في يونيو من عام 2019 ثم زيارة الرئيس الروماني إلى مصر في أكتوبر من عام 2021 فضلا عن مشاركة الرئيس الروماني في القمة العالمية للمناخ التي عقدت بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من عام 2022 من جانبه نقل رئيس الوزراء الروماني إلى سيد الرئيس التحيات وتقدير الرئيس الروماني مؤكدا الحرص على استمرار التنصيقي والتشاور بين البلدين الصديقين في ضوء دور مصر المحوري في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وكذلك التطلع إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر في جميع المجالات لسيما الاقتصادية والتجارية إلى جانب ثبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطعات ذات الميزة التنفسية في كل من مصر ورومانيا وفي هذا الإطار تم التوافق على أهمية عقد الدورة القادمة لللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت كما تم التبحث بشأن التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها في ضوء حرص البلدين على تنوع وتأمين مصادرهما من الطاقة لا سيما في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية وما فردته من تحديات عالمية في هذا الصدد اللقاء تناول أيضا عددا من القضايا الإقليمية على رأسها القضية الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق تهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حيث تم التوافق على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل وفقا لمقرارات الشرعية الدولية تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيتها السياسية والاقتصادية والإنسانية على مستوى العالم وفي هذا الإطار آرب السيد الرئيس عن تقدير مصر لاستقبال رومانيا للدارسين المصريين الذين أكبروا على مغادرة أوكرانيا وتسهيل عودتهم إلى بلادهم